بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معا شابتر 10 Power Screws نقطة اللي هنتكلم عليها اللي هو تحديد قيمة التورك اللازم لرفع الحمل بداية خلينا نوصف المسألة اللي قدامنا للاود تو بي رايزد أو لورد عندنا حمل إما أن نرفعه أو نخفضه على الحمل عندي هيوضع على الجزء ده اللي هو برمز له بالرمز و المطلوب أننا أرفعه أو أخفضه طبعا هتطبق هنا قوة ولتكن بي قوة محيطية على الليفر أو على الزراع ده و طبعا طبقا لاتجاه الدوران هيتم رفع الحمل أو خفضه for lifting or lowering the load ده طبعا التوصيف للمسألة أو توصيف للتطبيق اللي قدام النقطة اللي بعد كده a little consideration will show that if one complete turn of screw thread be imagined to be unwound يعني أنا هتخيل كده إن أنا عندي لفة كاملة من الألووص ده أو سنة كاملة على لفة كاملة هفردها هعمل لها إفراد from the body of the screw and and developed هتبقى النتيجة بالشكل ده عندي it will form an inclined plane as shown هتوضح لي طبعا بعد عملية الإفراد هيطلع عندي السطح المايل ده واللي ارتفاع هنا بتاعه اللي هو هيساوي البتش أو الخطوة للألووز طيب القاعدة هنا بتاعة المثلث هتمثل المحيط المحيط اللي هو هيبقى عبارة عن ال-by في ال-d و-alpha هنا اللي هي تمثل ال-helix angle أو الزاوية بتاعة الإيه القلووز بالطبع زاوية ال-helix أو زاوية الحلزون نفسه وهلاحظ هنا إنه tan alpha هيساوي المقابل هنا اللي هو البتش بي سمول على باي في ال-d اللي هو المحيط طيب ال-parameters اللي عندنا قلنا إن ال-b سمول اللي هي البتش ال-d اللي هو المين ديامتر أو القطر المتوسط للقلووز بالطبع alpha اللي هي ال-helix angle أو زاوية الحلزون ال-p اللي هي بتمثل ال-effort applied at the circumference of the screw to lift the load القوة اللي أنا بستخدمها على الزراعة عشان أدور ال-screw ومن ثم يرفع الحمل الحمل هنا برمز له بالرمز W اللي هو load to be lifted الحمل المطلوب رفعه ميو هنا اللي هي بتمثل ال-coefficient of friction between the screw and nut المعامل الاحتكاك ما بين القلووز وما بين المصمار وده بيساوي tan phi حيث where phi is a friction angle حيث phi اللي هي بتمثل زاوية الاحتكاك و tan alpha زي ما احنا قلنا قبل كده بتساوي ال-p على ال-by في ال-d أو على المحيط من خلال المثلث اللي احنا استنتجناه نتيجة إفراد سنة أو دورة كاملة للقلووز since the load is being lifted طبعاً أنا برفع الحمل إلى أعلى therefore the force of friction if قوة الاحتكاك acting downwards عكس اتجاه الحركة يبقى كأن عملية الرفع هيبقى إلى أعلى بالشكل ده كده الفورس of friction اللي انا برمز لها بالرمز F هتكون downwards أو في الاتجاه إلى أسفل وقيمتها بتساوي ال-reaction اللي هنا اللي هو ال-RN مضروب في معامل الاحتكاك نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة